اشتركوا في القناة لنوضحها بشكل سريع المهمة الاولى يقول لك ركب القليب الخاص فيك اللي هو الصورة الرمزية الخاصة فيك هنا تركبها في القير تدخل اي ماشن وتشغلها فبالتالي تكون خلصت كدة المهمة بشكل سريع وتقدر تنفذها في اي ماشن فهذا تعتبر مهمة سهلة جدا المهمة اللي بعدها يقول لك ركب الثلاثة النجمات في ثلاثة من الايتان تاخدها الايتان الموجودة اللي مو عارفها طبعا في بعض الناس مو معارفين اشي هو الايتان الايتان تدخل جهاز المودات ورح تلقى عندك هنا في هذا القسم اللي هو قسم الايتان تمام فبالت رح تلقى عندك الايتان اللي انتم فرمه اي ايتان منها ما هو مركب عليه النجوم على طول ادخل وركب النجوم بزر المثلث زي ما انتم شايفين الآن خلصنا هذه المهمة وانحسبت لنا واحدة من الثلاث تمام فهذه هي الطريقة الخاصة بالمهمة الثانية وتنفذ نفس الطريقة على ثلاث من الايتان خلنشوف الآن المهمة اللي بعدها المهمة اللي بعدها هنا يقول لك اقتل ثلاثة من الزعماء طبعا هذه فرصة للناس اللي تبقى تفرم على الشخصيات ما يحدد لك اي زعيم اي زعيم تبقى تفرم منه شخصية معينة الآن انطلق واقتله ثلاث مرات رح تحاسب لك هذه المهمة وهذه فرصة كبيرة كذلك قلنا اذا كانت تبقى تفرمه على شخصيات معينة طيب هنا الآن يقول لك نفذ ثلاث مهمات سابوتاج بدون قيود وبدون اي شروط لازم تخلص ثلاث مهمات سابوتاج تمام فبالتالي تكون انحسبت لك هذه المهمة المهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ خمس مهمات سكان اللي هي مهمات التصوير عند سفلون سيماريس وسوينا له شرح يا شباب في الفيديو اللي اسمه اكتشف اسرار التصوير فبالتالي اذا كان خلصت خمس مهمات تنحسب لك هذه المهمة وتنتهي منها هذه المهمة يا شباب فيها ممكن تقدروا تخلصوه بشكل سريع اذا كان انت عندك مهمة الان ودخلت وخلصت المهمة تمام لا ترجع للسفينة خليك زي ما انت في المهمة وسجل خروج تلقائية راح تنحسب لك المهمة الاولى وارجع مرة ثانية وخلص المهمات خمس مرات تخلصها في وقت سريع جدا وافضل المهمات والسريع لها اللي هو مهمات الكابتشار تدخل وتخلصها بشكل سريع وتطلع وتقدر تساعد فيها كذلك زملاءك في مهمات التصوير وتخلصوها بشكل سريع فهذه هي طريقة صراحة انا خلصها بشكل سريع ما ارجع للسفينة اذا انتهت من المهمة بعد كذا اطلع وارجع بنفس الكلام حتى اني خلص المهمة بشكل سريع نشوف اللي بعده اللي بعده هنا يا شباب يقولك صيد ست اسماك نادرة من عالم فورتونا ادخل عالم فورتونا المفتوح وبعد كذا ابدأ صيد اسماك حتى تخلص ست اسماك نادرة طبعا هي ممكن تاخد شوية من الوقت لكنها تعتبر من الاشياء المفيدة لك في صناعة الاغراض الخاصة بفورتونا هذه المهمة يقولك نفذ 20 ويب من مهمات الديفنس يعني ادخل مهمة الديفنس وخلص فيها 20 ويب وهذه الفرصة كذلك للناس اللي تبغى تلفل اسلحتها وشخصياتها سوي لك هوست ودخل مع فريق وخلص 20 ويب فبالتالي تكون خلصت هذه المهمة هذا المهمة يقولك افتح 10 ريليكات يعني العب 10 مهمات من مهمات الريليكات فبالتالي راح تلاحظ انك خلصتها بشكل سريع وتقدر تنفذ مثلا مهمة الديفنس مع الريليكات وتكون خلصت المهمات هذه مع بعض وبعد كده تكمل بقية الريليكات طيب هذه المهمة يقولك افتح 10 صناديق من الصناديق الموجودة في المهمات العادية في الكواكب يعني راح تلقى صناديق عليها علامة حمرة او علامة خضرة افتح الصناديق هذه فبالتالي راح تلاحظ انك خلصت هذه المهمة وهذه تعتبر من المهمات السهلة جدا هذه المهمة يا شباب يقولك اوكتو 150 انمي بخليط الفيرل وخليط الفيرل يا شباب اللي هو خليط السم مع خليط الثلج تقدر تركب هذا الخليط عندك فبالتالي يكون عندك الفيرل موجود في سلاحك وتستخدمه او انك استخدم الابلتي الاخير الخاص بشخصية سيرن راح تخلصها بشكل سريع جدا وافضل مكان صراحة بالنسبة لي انا خلصت بشخصية سيرن اللي هو السانشويري خلصتها بشكل سريع جدا وانتهيت منها خلانوا نشوف الآن السوق طبعا يا شباب السوق كالعادة راح اذكركم بالنتيان اكستراكت والاوراكن كاتريست والاوراكن رياكتور هذا يحاول انكم تهتموا فيها ثاني شي جايب لنا صراحة اليوم مودات مميزة جدا من مودات الاورا في عندنا ثلاث مودات ممتازة جدا المودة الاول هذا يا شباب خاص بالسرعة اذا كانت بتصويلك بلد سريع وهذا المود احب استخدمه في الشخصيات اللي احب انها تكون سريع زي شخصية لوكي او شخصية فولت فاستخدم هذا المود بحيث انه يعطيني سرعة زيادة في الحركة للشخصية هذا المود يا شباب يزود لك قوة الدمج الخاص بالسنايبر وهو يعتبر من المودات الممتازة في الاستخدام ضد العمالقة الثلاثة وقد طبقناه قبل كده وتكلمنا عنه كثير في القناة فهذا المود يعتبر كذلك من المودات الممتازة هذا المود يا شباب ما له استخدام كثير ولا انصح انك تكلف نفسك وتشتريه الا اذا كان انت تبغى تجمع مودات الاورا لكن المود هذا ما يستخدم نهائيا في اللعبة الا ايام معدودة وممكن تكون معدومة في اللعبة وظيفته انه اذا كان شلت ايمو من الارض يكون الكمية اللي انت تشيلها كمية اكبر خصوصا لأسلحة الرايفل اللي هي الرشاشات او السنايبر فهذا هي وظيفته وصراحا ما يستخدم ولا انصح بالاهتمام فيه بشكل كبير هذا المود يا شباب يزود لك كمية الدم الخاص بالشخصية حقك زي مود الفي 30 لكن يعطيك نسبة مثلا 90% اذا كان ماكس وهو يعتبر من المودات الممتازة وكثير من الناس تحب تستخدم هذا المود فزي ما انتم شايفين هذه هي المودات صراحة بالنسبة لي انا اشوف انه اهم مود اللي هو المود الخاص بالدمج بالسنايبر بعد كده المود الخاص بالسرعة بعد كده المود الخاص بالدم اما مود الايمو انا ما انصح انك تهتم فيه بشكل كبير جدا الا اذا كانت تبغى تجمع جميع المودات الخاصة بالاورا برضو يا شباب جاب عندنا ثلاث اشياء ممتازة اللي هي الكوبا اذا كانت تبغى تشتري مثلا 10 الاف من الكوبا بقيمة 50 من العملة الخاصة بالنايتويب فهذه فرصة للناس اللي تبغى تشتري الكوبا وكذلك بعض الاسكنات اللي اول مرة اشوفها في اللعبة فهذه الاسكنات ممكن يكون في بعض الناس تهتم فيها بشكل كبير وانا صراحة اول مرة اشوفها في اللعبة فهي تعتبر من الاسكنات الجديدة اللي جابها الحدث الخاص بالنايتويب فتقريبا يا شباب هذا هو اللي كان عندنا في هذا الاسبوع اتمنى تكون استمتعتم معايا يا اخوان واتمنى تكون جميع المهمات السهلة للجميع لا تنسي اخوان دعم القناة من اشتراك ولايك ولا تنسي اخوان نشر الفيديوهات وباذن الله نستمر اكثر واكثر في لعبة وور فريم بالتوفيق يا شباب اشتركوا في القناة